السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف نتعامل كمسلمين مع الذكاء الاصطناعي تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم طبعا احنا كمسلمين بيحكمنا دين واخلاق فلا نتعامل مع شيء إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى لا نستعمل أي آلة أو أي شيء إلا في مرضات الله وفيما يكون عوننا على أمر ديننا أو دنيانا بفضل الله والذكاء الاصطناعي كغيره من الاكتشافات الدنيوية التي نستفيد منها في حياتنا اليومية فالذي سخر لنا ما في الكون كله هو الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه الكريم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى واحنا كمسلمين نقدر ان احنا نستفيد من الذكاء الاصطناعي في أربع مجالات ايه هما؟ لقولهم بسرعة أول حاجة في المجال التعليمي ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي في تعلم العلوم واللغات والمهارات بفضل الله سبحانه وتعالى المجال التاني في المجال الدنيوي المجال الصحي والتجاري والمالي وغيره من المجالات المجال التالت في المجال الدعوي وده مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا كدعاء ينبغي علينا ان احنا نتعلم كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وان احنا نستوعب أدواته ونفهم ونعرف كل المجالات بتاعته عشان نوظفها لخدمة هذا الدين ولتوصيل هذا الخير إلى أرجاء الأرض لان الذكاء الاصطناعي هيوفر علينا وقت ومال كبير جدا في توصيل هذه الدعوة إلى الناس في سائر أقطار الأرض واحنا يعني ما جعلنا الله عز وجل في هذه الدنيا إلا لعبادته ومن أجل أن نعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية فإذا فلابد أن نستعمل هذا الذكاء الاصطناعي فيما ينفعنا في إيصال الدعوة والخير إلى الكون كله بفضل الله ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم المجال الرابع والأخير في مجال العمل الخيري فمن الممكن استعمال الذكاء الاصطناعي في معرفة الحالات الإنسانية وسرعة الاستجابة في الأزمات التي يتعرض لها الناس وغيرها وهكذا إحنا بكده نقدر كمسلمين إن إحنا ننتفع بالذكاء الاصطناعي دون الوقوع في أي شيء فيه معصية لله سبحانه وتعالى فمش أي اكتشاف ننفر منه أو نخاف منه لا أي اكتشاف يكتشفه البشر فيه الشيء النافع وفيه الشيء الضار التلفاز فيه برامج دينية وفيه برامج إخبارية وفيه برامج عن كذا أو عن كذا وفيه في نفسه الوقت معاصي يعني فيه الخير وفيه الشر فأي جهاز فيه الخير وفيه الشر السكينة نقدر نستعملها في تقطيع اللحم والسلطة والأكل والشرب وتعين على حياتنا ممكن استعم إنسان يستخدمها في الاعتذاء على من حوله يبقى إذن إحنا كمسلمين بيحكمنا دين وأخلاق بنستعمل الآية اللي اكتشفت ديت فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما يعيننا على طاعة الله وفيما ينفعنا ويكون عون لنا على أمر ديننا ودنيانا بفضل الله أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته